أحبائي طبعاً يعني لما نتكلم عن ألوهية المسيح إحنا اليوم حكينا عن شيء واحد عن غفران الخطيئة أو غافر الخطايا لكن صفحات الكتاب المقدس بعهديه من نبوات وآيات كثيرة تتحدث عن ألوهية المسيح ولكن اليوم أنا عاوز أركز أنه يمكن أن تلتجأت ويمكن أنت عم تستخدم اسم الله باطل وإنت عم بتسب وإنت مش حاسس أنك أنت بتسب أو بتشتم الله لأنه مش عم تعطي المجد لأله والله لا يشارك مجده لأي شخص آخر في طريق واحد الله صنعها هو من خلال مجيء الرب يسوع ومن خلاله تمم الخلاص فإذا لا توجد وسيلة لا توجد طريقة أخرى لأنه مكتوب ليس بأحد غيره الخلاص لأنه ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص لأنه يوجد إله واحد ووسيط واحد بين الله والناس الإنسان يسوع المسيح الذي قال عن نفسه أنا هو الطريق والحق والحياة من آمن به يعني الإيمان بالرب يسوع هو الطريق هو الباب الباب للخلاص هو الباب للحياة الأبدية تعال أقبل وإقبل يسوع المسيح حتى تأتي إلى الآب حتى يكون إلك الدخول إلى السماء من خلال عمل يسوع المسيح من خلال كفرته لسفكها من خلال دمه المقدس ترجمة نانسي قنقر 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 شكرا